يحيي العالم اليوم اليوم الدولي للقضاء على التمييز العنصري يتزامن تاريخ الاحتفال في 21 من مارس مع ذكرى مقتل 69 شخصا على أيدي الشرطة في الشار بيفيل بجنوب إفريقيا وذلك عندما قاموا بتنظيم مظاهرة سلمية ضد قوانين المرور المفروضة من قبل نظام الفصل العنصري في عام 1960 اشتركوا في القناة